السلام عليكم بشرح لكم الآن كيفية التحويل البنكي من تطبيق الراجحي إلى STCB طيب أول شي ندخل لSTCB ثم نضغط على خيار إضافة الأموال ثم خيار التحويل البنكي إلى STCB بعد كذا نضغط على البنك العربي الوطني ثم ننسخ الأيبان نضغط على خيار نسخ بعد كذا نتوجه لتطبيق الراجحي ونضغط على خيار التحويل تحت وراح تظهر لنا هذه النافذة فيها الأيبان إذا أودك تحول لمرة واحدة تختار الخيار الأول تحويل لمرة واحدة وإذا أودك تضيف المستفيد أو تضيف الحساب كمستفيد دائم تضغط على إضافة مستفيد بعد كذا تسجل الإسم الأول وإسم العائلة والإسم الاختياري ثم تضغط على التالي وبشكل هذا تضيف حساب STCB كمستفيد عندك بالبنك وتقدر تحول له مع العلم أن التحويل لSTCB أحيانا العملية تتأخر فأحيانا حوالة تجلس ثلاث أيام ما وصلت وما أدريش سبب هذا التأخير بالضبط لكن الآن بالفيديوهات المقتراحة بحط لكم فيديو في طريقة أسرع للتحويل من خلال سداد يعني كأنك تسدد فتورة شوف المقطع الثاني وأنتم اختاروا الطريقة المناسبة لكم ولهنا وصلنا نهاية المقطع لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناة حاطوا شكرا لدعم القناة تابعني على السناب والإنستجرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة